السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله كده مع بعض يا شباب يعني دقيق معدودة كده ان شاء الله تعال نعمل كده للمنهج تعقولة سنوي الترمي التاني كاملا ان شاء الله. عشان كده نستعد لحل اللي حان مع بعض بازن الله. اه نبدأ بالالجبرا كده يا شباب. مبدئيا كده نفتكر مع بعض كده. او عندنا. اه نفتكر مع بعض يعني ايه? يعني ايه يخلي رقم واحد تبقى رقم اتنين تبقى زي الاكزامبل اللي قدامنا ده يا شباب هنلاحز ان الماتريكس اللي قدامنا دي مبدئين هي سكوير. لان هي تاني حاجة في واحد مش كامل. مش ايكوال زيرو. لو خدناك زامبل تاني مسلا. عملنا كده مسلا. وجينا كتبنا هنا مسلا. كنا كتبنا هنا زيرو. هنا كتبنا مسلا. وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو. هلاقي ان الماتريكس دي مبدئيا ثري باي ثري وهلاقي ان المين داياجونل بتاعنا قدامناها في اتليست. انا بقول اتليست يعني على الاقل يبقى واحد نوت زيرو. لكن اكتر من واحد يبقىывают برضو. يبقى انا عندي هنا اتنين alet not equal zero آآ والماتريكس كلها تبقى زيرو في الحالة دي بنسميها ايه? بنسميها داياجونل ماتريكس. النوع اللي بعد كده عندنا او منسميها وطبعا الماتريكس دي لها علامة مميزة او رمز مميز اللي هو ايه اللي هو هي عبارة عن ماتريكس برضو تبقى وتبقى لها عبارة عن ما عدا لازم بقى بصوا معنا كده عندنا احنا اولا سنوي 2x2 وعندنا هنلاقي ان المين دا يجون البتاعنا عبارة عن والبقية لو هي برضو هنبص كده على المين دا يجون هنلاقي كل وبقية الالمنت تبقى كام تبقى زيرو وطبعا الماتريكس دي مهمة جدا في عشان في المالتيبليكيشن ما بتفرقش في المالتيبلاي زي في الطايمز العادي بالزبط يعني لو جينا عملنا ماتريكس ايه مسلا الماتريكس ايه هلاقي ان الريزلت بيطلع هو نفسه ماتريكس ايه فهي في الماتريكس ايه معناها ان هي مش بتأثر في الطايمز اه نيجي بعد كده اللي حاجة اسمها ماتريكس يعني ايه ماتريكس ايه شروطها شرطين مهمين جدا رقم واحد تبقى سكوير رقم اتنين لما نيجي نعمل للترانسبوز للماتريكس بترجع لاصلها تاني ما بتتغيرش يعني 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 هو نفسه وطبعا احنا عارفين ومتعودين ان الاي بيعبر هنا عن الرو والجي بيعبر عن هنا عكست الجي هو الرو والاي هو الكولمد فدني نفس فبالتالي بنسميها زي الماتريكس اللي قدامنا دي لو جينا مع بعض فعملنا اتس ترانسبوز ايه ترانسبوز هنلاقيها عملة زي بقى هنلاقيها طبعا ترانسبوز احنا عارفينين عن ايه يعني منخلي الرو كولمد يعني الرو الاولاني ده هيبقى كولمد يبقى ثري وتو هوا والرو الثاني هيبقى كولمد يبقى تو اور والله حدو ان الاماتريكس هي نفسها اه نفسها احساسي بها ونفس الكلام فيا ماتريكس بيه برضو هيا ثري باي ثري لو جينا عملنا لها ترانسبوز هتلاقي volunteering هي ما بتتغيرش. وواضح بالنسبة لنا كده هو ان مثلا الالمن ده هو هو نفسه الالمن ده. يعني اي تو وان او سوري اي وان تو هو هو نفسه اي تو وان. هلأ مثلا الالمن ده اللي هو اي تو ثري هو هو نفسه اي ثري تو. فبالتالي ان دي بنسميها سيمتريك ماتريكس. اه يعني الشرط الاساسي سكوير عشان ما انتوش من بعض. وان الاي هي نفسها ايه ترانسبوز. سكيو سيمتريك سكيو سيمتريك ماتريكس برد تبقى سكوير طبعا. وقول الالمن ده اهم شرط خلي بالنا من ده ان الالمن بتاعت المين دياجونالز لازم تبقى equal zero بالشكل ده كده هوا. يعني المين دياجونال ده لازم يبقى zero اهوا. طب ايه الشرط التاني? ان لما نيجي نعمل ايه ترانسبوز او نعمل ترانسبوز للايه بتطلع اتس اديتف يعني الماتريكس ايه اللي قدامنا دي لو جينا عملنا ايه بتاعها? هيطلع معنا ايه يا شباب? هيطلع معنا الرول اول هيجي كولم من اول zero negative two. والسكند رو هيبقى ايه? second column two zero. هتلاحظوا بقى معايا مع بعض كده ان ده معده هو عبارة عن يعني ايه يعني كل الماتريكس بي لو عملنا لها هيحفظ نفس الكلام برضو هيتحقق فيها ان الماتريكس بي بتعمين بتاع الماتريكس. طيب. في عندنا زيرو ماتريكس يعني زيرو او نل كلمة زيرو او نل ماتريكس اولا ما ننزلها بالرمز او كابيتل كده او تيجب بعض الامتحانات بشكل مربع كده فاضي فدي معناها ان هي مش فاضية لا هي بتوعها كلهم يعني انا في عندي ينفع اعمل عندي مثلا تبقى او ينفع يعني مش شرط اساسي ان تبقى يعني زيرو معناها اتنين رو واحد يعني عاملة ازاي يعني عاملة كده عاملة كده يبقى عاملة زيرو زيرو دي اسمها زيرو ماتريكس برضو هي كلها زيروون الرمز بتاعها او في شكلة قدامنا ده وطبعا النمبر او بتوعها هو بعمل لو هي مسا هتكلم على دي هتلاقي ان هتلاقي ان نمبر او فالمنتس هي فور debateو انا عندي اربع زيروية وهنا هتلاقي النامبر اف ايمنس كام هتلاقي النمبر اوف ايمنس كام هنا النامبر اوف ايمنس كام تو يعني مش ن Lum مش معناها ان ما فيياش لها هي فيها لكن هما كلهم بكم كلهم بزيرو طيب نجي تكلم عن موضوع بسيط جدا يعني هو كده انه يكون نفس عشان اقول ان لازم يكون نفس الوردر ولازم يكون نفس الايه نفس الايلمنت او بشكل اضاق نفس الكورس بوندنج المنت يعني لو انا عندي الماتريكس دي بتسوي الماتريكس دي واضح ان دي تو باي تو واضح ان دي تو باي تو بدأ اول شرط نفس الايلمنت ان ال اى دي باي تو تكون equal mean equal الاي البي تبقي الاف السي تبقي الاتش والدي تبقي الواء وبعدين هنخوش بباء في الموضوع التاني في الماتريكس اللي هو الاوباريشنز Material عبارة عن ايه عبارة عن بلس ومينس عبارة عن ملكيبليلويت اول حاجة نبدأ بالبلس والماينس ده عشان نعمل او سبتريكتينج هو شرط واحد بس لازم يكونوا ايه? لازم يكونوا سيم اردر. عشان اقدر اعمل او لازم تكون ايه? سيم اردر. آآ وعادي جدا بعمل بقى مع بعض. يعني انا عندي الايه? هتنعمل مع ال ايه? هنعمل ال بي مع ال اف. هنعمل ال سي مع ال ات. شو نعمل ال دي مع الاي? سواء او سواء ايه? او سواء مينوس. آآ اما في فيه عندنا شرط طبعا مختلف شوية. الملتبليكيشن لازم علشان اقدر اعمل الماتريكس ايه? ملتبليكيشن بي. آآ نلاحظ كده ان الكولم بتاع الفيرست ماتريكس لازم يكون ايكوال الرو بتاع السكند ماتريكس. يعني هنا ايه يبقى هنا ايه يبقى انا بقول ساعتها بقى ان الملتبليكيشن is possible. والريزلت ماتريكس هتبقى it's order الام مع مين? مع الكي يبقى ام باي كي. آآ اكزامبل او مثلا عندي ماتريكس دي تو باي تو. ودي ماتريكس تو باي تو. المفترض الطريقة بنعمل ايه بقى? بشتغل على ان انا الفيرست ماتريكس باخد منها الرو والسكند باخد منها ايه كولم. يعني هنا باخد رو من الاولانية وبعمل كولم من التانية. بعمل بقى ايليمنت اي مع الايي وبعدين الايليمنت بي مع الاتش. يديني اول ايليمنت في الماتريكس الجديدة. وبعدين بناخد الفيرست رو برضو مع السكند كولم هنا ده. مع ده. علشان يدينا الايليمنت اللي هوان هنا ده. وبعدين بخلص السكند رو مع الفيرست كولم والسكند رو مع مين? مع السكند كولم. يعني انا عندي الناتج بتاعي اصلا هو هيطلع تو باي تو. يعني انا في عندي هنا وان وان وفي عندي هنا ايليمنت وان تو. وهنا عندي ايليمنت تو وان. وهنا عندي ايليمنت تو ساعتها بها عرف احدد انا هشتغل ان هو رو مع عن طريق. يعني ده مسلا الفيرست رو مع الفيرست كولمي يبقى ده طيب ده مسلا ما يبقى اللي هو مع ساكوند كولم اللي هو اF واي. الالمن ده هاجيبه من فين هيبقى هينتج من يعني ساكوند رو مع ساكوند رو اللي هو سي ودي مع وصاعتها يقدر اكون الماتريكس لناتج من طب لو الشرط ده مش متحقق الاولاني ده يبقى انا لو الشرط مش متحقق ساعتها يقدر اقول له ان دي مش يعني لو كان الان ده مش الان ده فانا هقوله ان هو ايه? ان هو ايه? اه نيجي بعد كده نشتغل في حاجة اسمها الديترمننت. وقلنا ان الديترمننت اصلا هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن النامبر بتاع الماتريكس او الفاليو بتاع الماتريكس يعني الماتريكس ملهاش قيمة ملهاش ريزلت يعني. اما الديترمننت اقدر احتب لها ريزلت. وطبعا الديترمننت اللي عندنا احنا عندنا تو باي تو وعندنا ثري باي ثري. يعني هو عبارة عن الفاليو بتاع الماتريكس او يعني 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 اي سكوير ماتريكس اقدر اعمل لها ايه? اقدر اعمل لها بس احنا لعندنا طيب لو كانت زي دي كده هم نعملها زي يعني وبعدين يعني يعني لو انا عندي مثلا عايز اجيب هقول يبقى بتساوي كام بتساوي طيب افرد بقى بتعطي كبيرة شوية الطريقة نعمل ايه بقى مبدئيا احنا بنختار او نشتغل عليه بس قبل الكلام ده في عندنا الاشارات او يعني يعني الاشارات السبت عندي بتبدأ من وبعدين بتتغير معي بالتبادل يبقى هنا عندي يبقى هنا عندي ولو هكمل بحكس يبقى هنا يبقى هنا يعني ما فيش اشارطين ورا بعض يجو زي بعض من الاخر يعني طيب بعد ما اختار رو اختار اي رو او اختار اي كولم ساعتها هعمل ايه بقى يعني انا اخترت الرو الاولاني فبكتب اللي هو ايه اهو بس نركز ان انا باخد بالاشارة الاشارة اللي انا محددها فوق دي يعني اهي كده طيب وبعدين عشان اجيب بكنسل الرو اللي لايز فيه الاي وبكنسل بتاع الاي فبيتبقى لي عندي الاي والاف والاتش والاي اهو اي واف واتش واي وبعدين باخد الاليمنت اللي بعده من الرو اللي انا اختارته بس بالاشارة بتاعته اللي هي بي اللي هي نيجاتف سوري يبقى نيجاتف بي مع هشيل برضو الرو بتاع البي والكولم بتاع البي هيتبقى لي الدي والاف والجي والاي ايهو طيب اللاست بقى اللي هو السي اشارته بوزيتف فابقى قول بوزيتف سي طبعا لو السي الاليمنت نفسه نيجاتف تبقى بوزيتف نيجاتف تبقى نيجاتف يعني ايه الاشارة دي انا انا مش بتكلم على اشارة السي انا مش بتكلم على الاشارة اللي فوق دي طيب السي برضو هشيل الرو وهشيل الكولم هيتبقى لي دي اي وجي و اتش بالمنظر ده ابدأ اشتغل بقى بنفس الطريقة اللي فاتت افك الديتيرمنت السغنانة دي والريزلت تايمز الايه وافك دي والريزلت تايمز البي وافك دي والريزلت تايمز مين تايمز السي وفاينال يطلع عندي الفاليو بتاع الديتيرمنت اللي هي 3x3 وبعدين في عندي بقى الSpecial Determinant مميزة كده بنسميها Triangular Determinant وسموها Triangular Determinant لان انا عندي فيه Triangle كده It's Vertices عبارة عن zeros والTriangle ده بيكون Above او المين دياجونال بصوا كده المين دياجونال ده يبقى فوق منه Triangle اهو كله zeros او اذا كان تحت برضو في الحالة دي بقى انا ممكن محتاجش للطريقة اللي فاتت اللي فوق دي الطويلة دي انا على طول جست بنعمل product ل element of the main diagonal يعني A times E times I بيطلع ال value بتاع الديتيرمنت اللي قدامنا دي اه نيجي بعد كده يا شباب على الاستخدامات او ال applications لل يعني انا الديتيرمنت بعمل بها اي يعني عندي اتنين applications او استخدامين يعني في قولة سنوي قدامنا اول حاجة بنعمل solving two equations simultaneously اللي احنا كنا اخدناها في ثلثة عدادة بال omitting وال substitution اللي احنا عندنا كرامر العالم كرامر عمل طريقة انه يحل two equations من first degree اهو x y وهنا x y two equations باستخدام determinant انه عمل three determinants بعد مرتب بال equations طبعا مهم جدا يبقى نفس الترتيب هنا عندي x وهنا قدامها x هنا عندي y وهنا قدامها y هنا في عندي equal وهنا قدامها equal هنا في عندي c constant وهنا f part constant ساعتها كرامر عمل ايه بقى كون three matrices اول matrix سماها delta والdelta دي هي عبارة عن coefficient of x والy بالترتيب كده a و b وبعدين d و e وبعدين حسب determine d وبعدين عمل واحدة تانية سماها delta x delta x دي هو كل اللي عمله ان احنا ملاحظين ان a وال d ده 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 كولمت بتاع الاكسات اهو الاي وال d وال b وال e ده الكولمت بتاع الويات هو عشان يجيب delta x عمل ايه بقى رح شايل الكولمت بتاع الاكسات ده وحط مكانه مين حط مكانه الكونستانت اللي هما c و f وبعدين حسب دلتا اكس وبعدين دلتا واي راح مرجع الاكسات زي مكانه وبعدين راح شايل بتاع الويات وخط مكانها وحسب دي لحظوا قدامنا دلوقتي بقى عندنا ايه عندنا دلتا وعندنا دلتا اكس وعندنا دلتا واي عشان نجيب الاكس والواي لان انا بعمل يعني انا عايز اجيب اكس واي فبعمل دلتا اكس اوفر دلتا وبعمل دلتا واي اوفر ميل اوفر دلتا الريدلت اللي هيطلع هنا هو ده يعتبر اللي هو بيتكون من وما ننساش ان الجزء ده في عندي حاجة سبيشيال يعني ان افرد ظهر عندي ان الدلتا طلعت بايكوال زيرو والدلتا اكس والدلتا واي لاتنين دول نوت ايكوال زيرو في الحالة دي لو ده تحقق الشرط ده كده يعني لو الدلتا طلعت بزيرو في الحالة دي منقول ان السليوشن ست بيساوي ايه بيساوي فاي يعني 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 ان الدلتا ساوي الدلتا اكس ساوي الدلتا واي كلهم ايكوال زيروز فدي معناها ان ومعنى كلمة يعني يبقى لو الدلتا مش ايكوال زيرو يبقى وانا عندي حل واحد بس لو الدلتا ايكوال زيرو لوحدها يبقى اما لو كلهم تلعب زيرو داب زيرو وداب زيرو وداب زيرو فدي معناها انه يعني متطبقين على بعض كده فانا عندي الاستخدام التاني يا شباب هو ان انا ازاي ان انا اجيب يعني عندي عشان اجيب بقى بقى الاريا باستخدام إذا ده ده ان عندنا قانون يجيب يعني مش جومتري بس يعني ده عندنا في الالجبرا حاجة تجيب بس باستخدام مين باستخدام عن طريق بكتب طبعا اللي برده ده علشان بس بيطلع عشان دي اريا وبعدين وبعدين بكتب فيها وبكمل وابدأ اشتغل مع دي احلها بالطريقة اللي فاتت بيطلع عندي الاريا بتاع مين بتاع التريانجل طبعا سكوير يونت طبعا لو حصل بقى وطلعت الاريا دي بتساوي زيرو فدي معناها ان الثري بوينتز ار اي ار كولينير لكن دي مش جاية عندنا السنادي يعني طيب تعال نبص كده على الملتبليكاتف انفرس في عندي حاجة اسمها اي انفرس او اي نيجاتف ون هل اقدر اعمل انفرس للماتريكس اه بس بشرط اني مبدئيا لازم تكون الماتريكس سكوير ماتريكس واحنا عندنا في اولى سنوي هنجيب الانفرس للسكوير ماتريكس تو باي تو انلي يعني الماتريكس تو باي تو اقدر اجيب لها ايه انفرس هاو بقى اول حاجة ايه نيجاتف ون او ايه انفرس ايكوال ون اوفر الديترمنانت بتاعت الانفرس بتاعت الماتريكس نفسها يبقى ون على اي و بي و سي و دي يعني هحسب الديترمنانت دي وبعدين بكتب الماتريكس ايه مع تغييرات بسيطة كده ان انا بعمل يعني الاي والدي بيعودوا مكان بعض كده بقى الدي و ايه وبعدين بعمل انفرس للبي و السي مع محافظة اماكنهم يعني البي تبقى نيجاتف بي و سي تبقى نيجاتف سي بعد بحث بالديترمنانت دي بوزع الناتج جوه الماتريكس وساعتها انا اوبتيند الماتريكس اللي هي انفرس لمين للماتريكس ايه ايه وطبعا كونديشنال ان انا مش اي ماتريكس ايه ليها انفرس هما لايه الشرط الشرط باين قدامنا ان من الطريقة اللي عندي وان اوفر ديترمنانت فطبيعي ان الديترمنانت دي لازم ما تكونش ايكوال كام زيرو فالشرط الاساسي بتاعت الماتريكس عشان يبقى ليها انفرس اني لازم لما اجي احسب لها اتس ديترمنانت لازم ما تبقاش ايكوال كام ما تبقاش ايكوال زيرو طيب هنا بقى عندنا solution لل two equations تاني نفس كرامر بس هنا باستخدام مين باستخدام الملتبليكاتف انفرس او في الامتحة احنا هيقول لك باي يوزنج ماتريسيز يبقى عندنا باي يوزنج دي تيرمنانت ده كرامر باي يوزنج ماتريسيز ده مين ده بالملتبليكاتف انفرس برضو عندنا الاكويجانز مست انهم يكونوا مترتبين طبعا يعني انا عندي برضو اكس قدامها اكس وواي قدامها واي طيب عشان بقى نستخدم الانفرس في حل الاكويجانز دي احنا منكون واحدة two by two هي عبارة عن تاع اي بتاع اكس وواي اي وبي ودي وي ومنكون ماتريكس وغنانا اسمها سي عبر عن الكونستانت يبقى two by one بكتب بيها ايه بكتب فيها الكونستانت اللي هي السي ومين والاف واللاست ماتريكس اللي هي الريكويرد اللي هنسميها اكس تتكوّم من اكس وواي اللي هي two by one الطريقة بقى سهلة جدا 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 الـ X هي دي الريكويرد اللي هي الماتريكس اللي هي اكس وواي اللي انا عادي اجيبها بيساوي الـ A inverse يعني انا لازم ابدئيا الاي دي اجيب لها اجيب لها اجيب لها اتس انفرس الاي انفرس محدش كده ينسى بعمل one على بتاعت الماتريكس وبعدين ملتبلاي بعكس المين دياجونال يعني هنا اي وهنا اي وبغير الاشارات يبقى نيجاتف بي ونيجاتف دي بعدي بجيب الانفرس بعمل الاي انفرس ملتبلاي مين ملتبلاي ال سي فانت عندك ماتريكس هتكون تو باي تو اللي هي الانفرس مع ماتريكس السي اللي هي تو باي وان طبعا عندي ملتبلاي كيشن بوسيبل اهو هنا تو وهنا تو هيطلع عندي الناتج تو باي وان وهو ده الماتريكس الجديدة هتلاقي في عندي المنت هنا وفي عندي المنت هنا ده بيعبر عن الاكس وده بعبر عن مين ساعتها اقوله بقى ان السوليوشن ست بيساوي اكس ومين وواي فانا وطبعا ده يعتبر شابتر وان في منهج الالجبرا كاملا يعني طبعا شابتر تو يا شباب هو عبارة عن حاجة اسمها كلام يعني بسيط ان شاء الله من خلال حل الامتحان كده هنوضحه مش محتاج شرح يعني طيب نيجي بقى التريجنومتري طبعا مبدئيا احنا بتكلم لحد هنا كده هو لحد السطر ده كده كل ده الفوق ده بتكلم عن فيرست تيرم يعني بيزيكس مفاهيم مهمة يعني في التريجنومتري بتاع الساين هو كوسك وبتاع الكوزين يبقى سك والتان تبقى كوتان وطبعا التان كقانون بيساوي الساين اوبر كوزين والكوتان اللي هو عكس التان بيساوي كوزين اوبر ساين ودي ايدنتي مهمة جدا ان الساين باور 2 بلاس كوزين باور 2 ايكوالز كام ايكوالز 1 واقدر استنتج منها حاجات كتير اقدر اقوله ان 1 مينس الكوزين باور 2 ثيتا هي نفسها ساين باور 2 ثيتا انسو ان يعني اقدر انسو ان اقدر العب يعني بدأ اطلع اي حاجة ودخل اي حاجة لكن هي البيزيكس هي الايدنتي اللي قدامنا دي اللي هي بتعبر عن ساين باور 2 بلاس كوزين باور 2 ايكوالز 1 وطبعا من دي احنا استنتجنا مع بعض الوقت تانية واستنتجنا مع بعض التالتة ان تان باور تو ثيتا بلاس وان اكوال سيك باور تو ثيتا واقدر برضو اطلع وادخل بروحتي كاكويجن يعني وعندي كوتان باور تو بلاس وان بيسوي كوسيك باور تو يبقى عندي علاقة بتربط الساين باور تو مع الكوزين باور تو انا بقول باور تو لازم باور تو وعندي علاقة بتربط التان باور تو بالسيك باور تو وعندي برضو علاقة بتروبوت الكوتان باورتو مع الكوسيك باورتو وزي ما اتفقنا اقدر ان انا ادخل الكوسيك جوه مسلا واطلع الوان بره بالنيجاتيف او اطلع الكوتان بره بالنيجاتيف زي ما انا عايز اهم حاجة بانا عندي الاساس بتاع مين بتاع الادنتيز قدامنا كده طيب يجي بعد كده عندنا طبعا الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح لنا مفاهيم كتير جدا في التريجنومتري تعالي نشوف كده مع بعضك سريعا كده طبعا الاستيك رول ده مهم جدا الا والاس والتي والسي يعني هنا all elements بيكونوا positive هنا الصين مع اتسر سبروكل positive بس هنا التان والكوتان هنا الكوزين وايه والسيك وطبعا كلنا عارفين first quad وsecond quad وthird quad وfourth quad اه ال one والزيرو والزيرو والone والنيجاتيف one والزيرو والزيرو والنيجاتيف one دول طبعا مهمين جدا مع ان انا عارف ان الوردر دي بير الفيرس بي عبر عن الكوزين والساكن بي عبر عن مين يعني انا عندي الانجل في الهتة في الاتجاه ده هي زيرو انجل فانا بيعارف بقى ان هنا مثلا الانجل بتاعتي فكوزين ناينتي بزيرو هنا الانجل بتاعتي فبالتالي كوزين وان هندرد ايتي نيجاتيف one وساين وان هندرد ايتي بتساوي كام زيرو هنا يبقى صاين بنيجاتيف one كوزين بكام بزيرو بالنطبقى بقى للثيتا والوان ايتي من الثيتا والوان ايتي بلا الثيتا والثري سيكستي من الثيتا دول بنستخدمهم لما يقول لي يعني سي مثلا يعني لو انا عندي مثلا ساين ثيتا مثلا بيساوي half فانا عايز اعرف الثيتا يا ترى بتساوي كام كسوليوشن المفترض ان انا بعمل يبقى بشغل حاجتين الحاجة الاولانية الاشارة معناها اننا في الفيرست وفي السكند الفيرست بتعبر عن ثيتا والسكند بتعبر عن وانا بجيب الثيتا طبعا من شفت هتطلع الانجل ثيتا الاساسية بتساوي يبقى انا عندي ثيرتي فيرست كواد موجودة او يبقى انا اكتب في الحل ثيرتي وعندي السكند هكتب لو عندي في الثيرد لو عندي في الفيرد هكتب طيب في عندنا جينيرال سوليوشن في عندنا جينيرال سوليوشن لو انا عندي طبعا عندي برضو خدنا في الترمي الاول لو انا عندي في الحالة دي بقول من الفيرست انجل والسكند انجل مع بعض كده ونفس الكلام لو يساوي سك يبقى برضو الصمود او الديفرنس بين التو انجلز بالترتيب ده بالزبط يلازم سين وبعدين كوزين ولازم كوزيك وبعدين سك الكلام ده بيساوي برضو وفي حالة لو انا عندي القانون ده بسيط جدا ما فيش نيجاتف يبقى اكس مع الواي بلاس بعض بيساوي الفرق بين دي وبين دي ان دي هو الريفوليوشن اما دي هاف رفوليوشن ونركز كده ان انا بعمل دايما في جينرال سيوشن هاف رفوليوشن بعمل باي ان يعني مش تو باي ان نركز في حتي مهمة جدا بعمل باي ان في حالة لو او الكوزين او التان بيساوي زيرو لو بيساوي زيرو فبعمل هاف رفوليوشن يعني ايه? اما لو رقم غير الزيرو بقى مع الساين والكوزاين بعمل بقى ايه? اه اللي هي وبعمل في حتة تانية كمان لو انا عندي تان. سي مسلا لو انا عندي مسلا تان اكس ساوي ون. وعايز طب هو تان اكس اقوالز ون دي. لو انا عملت شفت تان ون. هيطلع الانجل بكام? هيطلع الانجل بفورتي فايف. طبعا لو انا عايز بقى هكتب بقى هكتب الفورتي فايف او بلس برضو باي ان مش طو باي ان. لان الفورتي فايف هتلاقي ان الحل التاني اللي موجود مع الفورتي فايف هو تو هندرد توينتي فايف. لان تان بوان وتان بوان برضو. لان انا عندي حل عند الفورتي فايف وعندي حل تاني موجود فين? عند تو هندرد توينتي فايف. فبالتالي بس تخدم مش مش طيب. بعد كده بتاع الطبعا انا في اولى سنوي بس بشتغل مع مع معديش مش لحدة تانية سنوية ان شاء الله. فانا اشغال مع ال الاساسية اللي ثالثة عداري اللي هي والهايبوتنس والجيسنت وكلين طبعا نحافظين العلاقات دي. طبعا على الحاجات اللي فوق دي هو عشان ما نطولش في الجزئية دي هي عبارة عن بس ستوري بروبلم يعني يعني القصة كلها بتعتمد على ان اللي قدامنا دي يعني المان هنا او البرنوتة دي هنا بتبص على الطب بتاع الطور فهتبص في الانجل اللي قدامنا دي. الانجل بثيتا دي بنسميها انجل اف ايه? انجل اف الفيجن. يعني انت في مكان قليل او مكان تحت بصي على مكان فوق فدي بنسميها انجل اف الفيجن. اه العكس بقى لو انا على الطب بتاع الطور وهبص تحت مني كده فدي بنسميها انجل اف دي بريشن بس نلاحظ برضو ان انا شغال اساسي مع مين? مع الهوريزونتل لاين. مع مين? مع الهوريزونتل لاين سواء دي بريشن او سواء الفيجن. يعني محدش يشغل خالص بالانجلس دي. طيب نيجي بعد كده السيركولر اه سيكتور. اللي هو اللي قدامنا ده. طبعا سيركولر سيكتور. هو عبارة عن شكل او جزء من السيركل. بيتكون من اتنين رديوي. مع مين? مع والثيتا دي بتعبر عن السنترال انجل. بتعبر عامين عن السنترال انجل. عندي بقى الاريا اف اه سيكتور. اللي قدامنا ده عشان اجيب اتس اريا. عندي طبعا كزا فورم. الاساس بتاعهم هو هاو الار. ال دهποιعبر عن الارج. ده ال ال ال. لنث بتاع الارج. وطبعا الار هو مين? هو الرديس. ولو جينا رجعنا للترمل الاولاني هنلاقي ان اصلا الثيتا راد بيساوي ال افور او ر يعني ال فاقدر استنتج قانون تاني للسكتور. باستخدام ثيتا راد والار. باهو في تارات تايمس واطور تو. واقدر احول الاردل الدجري بالقانون بتاع belytren بتاع الترمل الاول برضو. فانا باستنتك قانون تالت للاريا. باستخدام ثيتا ديجري والإيه? والأر ديجري على ثري هندرد سيكستي ملتبلاي باي أر سكوير. وطبعا البريمتر بتاعة سيكتر هو الأوتر لاين فأنا بتكون من اتنين ريدياي واللنث بتاع الأرك نيجي بعد كده للسيجمينت الشباب طبعا السيجمينت هو برضو عبارة عن جزء من السيركل برضو بس الجزء من السيركل ده هو عبارة عن إيه? عبارة أو أحدد بإيه? يعني بتحدد بكورد ده كورد وإيه تاني؟ وأرك برضو الثيتا بتاعته هي اللي قدامنا دي عشان نجيب الإريا بتاعة السيجمينت دي أو المينور سيجمينت أو الميجور يعني هو لو قال الميجور هو بتكلم عن الثيتا الريفليكس ناحية التانية توقف السيجمينت أو في السيكتر لكن أنا عايز أجيب الإريا فهي معتمدة على القارون اللي قدامنا ده هو قارون واحد بس ثيتا راد منس ساين تيتا هو كل اللي عمله هو عمل إريا بتاع السيكتر ونقص منه الإريا بتاع التريانجل فإده له الشكل اللي قدامنا ده آخر حاجة في التريجنومتري عندنا اللي هو إريا أو إريا عندنا شكل جديد برضو وعندنا وعندنا طبعا آخر حاجة في التريجنومتري يعني كده يعني بنتكلم بهيكساجون بنتكلم 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 بهيبتاجون بأوكتاجون القانون بتاعنا وان أوفر فور ان اكس سكوير طايمز كوتان باي أوفر ان وطبعا الان دي بتعبر عن والإكس ده بيعبر عن الشكل تاني اللي قانون انا اخلي الكوتان تحت بقى اسمها تان يبقى والفور بقت تحت هاي شان هي والكوتان بقت تحت وطبعا كده منهج التريجنومتري برضو خلاص تعالوا سريعا كده برضو نخش على منهج الجومتري شغل شغل الممتع شغل الجميل بتاع مين بتاع الفيكتور اول حاجة انا عندي الفيكتور ايه بالكارتيزيان فورم هو اسمه اكس واي بالفنديمينتل فورم هو اكس اي بلس واي جي طبعا الفيكتور بيكون ليه ماجنيتيود او بيكون ليه حاجة اسمها نورم او لنث بالعلامة اللي قدامنا دي بيساوي سكوير روت اكس باور تو بلس واي باور تو والديريكشن بتاع الفيكتور هو عبارة عن شغل تتان واي اوفر اكس طبعا الثيتا مهمة جدا هنا بقى عارف ان الثيتا ممكن تبقى موجودة فين على حسب اشارة الواي والاكس يعني لما تكون الاكس بوزيتف والواي بوزيتف فبتكون الثيتا في فرست كواد لما تكون الاكس نيجاتف والواي بوزيتف فتكون الثيتا في السكند فبقى منسميها وان هندرد ايتي مينة ثيتا اما لو الاكس نيجاتف والواي نيجاتف تبقى بالثيرد كواد تبقى وان هندرد ايتي بلس ثيتا لو الاكس بوزيتف والواي نيجاتف تبقى في الفورث كواد تبقى اسمها ثري هندرد سيكستي مينس مين مينس ثيتا وبعدين الفورم اللي بعد كده في الفيكتور هو البولر فورم اللي هي بتعتمد في الأساس على حاجتين مهمين جدا على النورم بتاع الفيكتور وعلى ايتي بي فبكتب النورم في الفريس بروجيكشن وبكتب اللي هي الثيتا في انتفقنا ان الاكس بتساوي النورم تايمز كوزين الثيتا والواي بيساوي النورم تايمز مين صين الثيتا وبعدين دي علاقة مهمة جدا ان الفيكتور A B لو انا عندي الانشيال A والتيرمينال B بعمل B minus A يبقى اي فيكتور لو انا عندي مثلا فيكتور اسمه C D مثلا يبقى ده بييكول على طول الفيكتور D minus الفيكتور C بعد كده عندنا الريليشنز between two فيكتورز سواء كان بارالل او سواء كان طبعا لو هم بارالل يبقى كونديشنال ان X1 Y2 minus X2 Y1 equal zero نخلي بالنا هنا أما لو كانوا بيربنديكولر فبيكون الاكسات طايمز بعض والويات طايمز بعض بس منهم ايه يبقى equal cam equal zero نيجي بعد كده على الفيكتور عندنا مهمين جدا واحد من سمي وحا من سمي المدين رول لو انا عندي الشكل ده عندي A وعندي B وعندي C فانا بقول ان A B plus B C تبقى equal مين تبقى equal A C على اعتبار ان B هي common point هاي فباخد الانيشيل اللي هي A مع terminal اللي هي مين اللي هي السي لو كان عندي باراللو جرام البراللو جرام لو انا اخدت اي A C لو خدت ال B C plus B A بيساوي ال B D آخر حاجة القانون بتاع الميديان مهم جدا طبعا لو انا عندي كده ده تريانجل A B C وانا عندي D is midpoint يعني بالشكل ده كده فانا بقول ساعتها ان ده كده الميديان A D بستخدمه لو انا قلت ال A C plus ال A B فده بيساوي دبل مين دبل ال A D تبقى A B plus A C بيساوي دبل الميديان طيب نيجي بعد كده اللي سن الجميل ده اللي هو division of line segment division of line segment يعني انا عندي line segment line segment ده اسمه A B مثلا وهحصله division point اسمها C لراشي معينة M to N فانا عايز اجيب الكون اردنيات تحت الpoint C انا لو قلت من C divide the A B by the ratio M by N قلنا طريقة الحل الظريفة دي بحط انا عندي هو قلي A B الاول فبعمل A وبعمل كده بعد كده B والراشيو M to N يبقى M to N ببدأ اعمل cross ال M مع ال B وال N مع ال A ساعتها قدر اجيب من point C الها point of division M times vector B و N times vector A over M plus N الكلام ده لو كان division internally اما لو كان division externally مش هقول قانون جديد هو نفس القانون بالزبط بس بحط ايه بحط negative قبل ال M او قبل ال N يعني هاجي على ال M مثلا دي وراحط جنبها ايه حطت جنبها negative فلما اجي اعمل multiply هقول negative M times B ولما اجي اعمل plus هنا هحط negative برضو هنا هوا وهنا هحط negative هنا هوا يبقى لو هو كان externally فهنا هحط negative اما عند ال M او عند ال N عند ال N يعني one of them مش لتنين مع بعض طبعا special اللي بقى كنا اخدناها في تلتة عدد دي قانون بتاع midpoint A B وال sum بتاع X over 2 وال sum بتاع Y over 2 دي لو كانت point C في midpoint بالزبط وعندنا point of centroid centroid او point of concurrence او point of intersection للميدين يعني انا عندي triangle كده هوا عندي هنا median وعندي هنا median وعندي هنا median كده هوا ال point اللي في النص دي بنسميها point of centroid او point of concurrence زي ما خدناها في تانية عادية ايه بقى اتخدام برضو قانون مستنتج مستخدام هو عبارة عن الصم بتاع الاكسات كلها اللي هي الاكس بتاعت الاي واكس بتاعت البي واكس بتاعت سي over three والصم بتاع الوايات كلها over three نيجي بعد كده للموضوع الخطير جدا اللي هو equation of the straight line طبعا equation of the straight line بيعتمد اعتماد اساسي على حاكتين على اننا يبقى عندي slope لل straight line يبقى عندي ايه يبقى عندي point يبقى عندي slope يبقى عندي point ساعتا اقدر اكون ايه form من the forms of equations of straight line طبعا طبعا دي القوانين اللي قدامنا دي دي القوانين اللي اخدناها قبل كده ان انا اعرف اجيب slope بتاع straight line لو انا عندي يبقى يبقى y2 minus y1 over x2 minus x1 لو انا عندي theta اللي هي positive angle مع positive direction of x axis بعمل لها تان theta بطلع slope برضو لو انا عندي the equation general form فبعمل negative coefficient of x over coefficient of y وطبعا القانون الجديد اللي بتاع السنة دي يعني هو b over a اللي هو بيجي عن طريق direction vector اليو دي direction vector بعمل b over a ساعتها اقدر obtain the mean slope بتاع straight line طبعا special cases اللي قدامنا ان السلوب بيساو زيرو يبقى theta بتساو زيرو فده بيعبر عن horizontal line يعني فبارة لو السلوب بتاعنا undefined يبقى theta 90 يبقى ده vertical line يبقى باللي من لو قلنا ان direction vector هو a و b بغير الاماكن وبغير اشارة واحد بس يبقى negative b over a علشان يتحقق معايا العلاقة اللي قدامنا دي ان طالما بربين دي لازم البرودكت طبعا 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 لو lines parallel يبقى ال equal نجي بقى ال different forms بتاع equation of straight line هو بيجي في الامتحان دايما نركز في السؤال ده عندي الفورم الاولانية هي اسمها vector equation vector equation بكتب equation باستخدام point اللي احنا قلنا عليها مع direction vector اللي هو slope يعني طبعا ال R هي بتعبر عن point lies على straight line يعني النون هي عبارة عن x y ال k عبارة عن constant بس k طبعا not equal zero وال a وال b ده ده direction vector اللي هو عبارة عن slope الفورم التانية هنستنتجها من vector من هنا كده هو لو جينا قسمنا x لو وحدها هنلاقي ان x equal x one plus k a وهنلاقي ان y بيساوي y one plus k b الشكل اللي قدامنا ده اللي تديه مع دي بنسميهم parametric equations بعد كده عندي حاجة اسمها cartesian form هو عبارة عن y minus y one over x minus x one equal b over a اللي هو مين اللي هو اللي هو لو جينا عملنا cross multiplication للform اللي قدامنا دي هن obtain the general equation بالشكل بتاعها اللي هو مشهور اللي خدنا قبل كده وبعدين عندي طبعا فورم مميزة اللي هي equation of straight line in terms of x and y intercept بكتب x over a plus y over b equals one يعني لو انا عندي straight line بالمنظر ده كده الحتة دي بنسميها x intercept اللي هي a والحتة دي بنسميها y intercept اللي هي b ساعتها على طول بقدر اكتب equation بتاع straight line x over a plus y over b equals one the standard سابتة طبعا لو سألني في area of triangle اللي قدامنا ده فواضح ان الانجل دي فاقدر اعمل half times height يبقى half a times b اه نيجي بعد كده ان انا ازاي اقدر احسب angle between two straight lines يعني عندي straight line l one وعند straight line l two والمطلوب اجيب الانجل الاكيوت لان انا عندي انجل اكيوت وانجل الاكيوت انجل علشان كده حطين في القانون ايه حطين في القانون absolute بيعتمد اساسا على l slope ان انا ازاي احسب l slope بتاع straight line يبقى القانون تان ثيتا اكوال اكوال one مانس ام two اوفر one بلس ام one ام two جوه الابسليوت عشان اعنا عايز اكيوت و especially طبعا ان ال m1 m2 equal negative one اللي هي الحتة اللي تحت دي كده هو بتنقاش negative one لان لو كان يعني لو ده حصل ان l m1 times m2 equals negative one فدي معناها directly ان الثيتا equals كام equals nine طبعا لو l lines parallel معناها ان الانجل بزير وإحنا قلنا لو l lines perpendicular يبقى الانجل بتساوي كام الانجل بتساوي نيجي بعد كده يا شباب للدرس القبل الاخير اللي هو length of perpendicular from a point to a straight line يعني انا عندي straight line وعندي point will required انا عايز اجيب length of perpendicular معا مهم جدا ابقى مجمع القوانين دي كلها في دماغي انا المطلوب هو ان انا عايز اجيب الحتة دي طبعا الpoint دي تبقى x1 y1 ولازم straight line اللي قدامك داي بجايبلك الشكل بتاعه بالgeneral form اللي هو ax plus b y plus c بيساوي كام ديرو يبقى given بتاعنا point مع equation بالgeneral form طب لو ما كانت general form هطرنا احولها يعني افرد جابلك vector equation او parametric او cartesian لا لازم كل الاشكال دي تبقى بتحولها للgeneral form اللي قدامنا لان شكل القانون الجديد اللي قدامنا دا بيعتمد على اهو اللي هو general equation بس كل اللي عامل في القانون عامل ايه انشال الاكس والواي وحط مكانهم مين الكواردينيات بتاعة البوينت اللي انا عايز احسب منها الدستانس للستريت لاين يبقى اي اكس وان بلاس بي واي وان بلاس سي اوفر سكوير روت اي باور تو بلاس بي باور تو يبقى الخانون ده وظيفته ايه ان هو يجيب من بوينت لستريت لاين وكنا اخدنا قبل كده في تلتة عدادة ان انا اعرف اجيب دستانس ما بين بوينت وبوينت لو انا عندي نقطة ونقطة وعندي كوردينيس بتاعتهم اكس واي 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 تو فالديستانس بينهم اعرف اجيبه عن طريق القانون بتاعة تلتة عدادة اللي قدامنا ده ديفرنس بتاع الاكس بلاس عندنا اللي هو الاكواجن او او سموها يعني ايه يعني انا عندي وعندي تاني وانا اعيز اجيب اكواجن بتاع انا معرفوش طبعا ممكن يبقى يعدي من الشكل ده او يعدي بالشكل ده او يعدي بالشكل ده او يعدي بالشكل ده على شكل سمينا ايه سمينا family equation هو بسيط جدا هو لو انا عندي two equations بس برضو بالgeneral form يعني straight line الاولاني والstraight line التاني وانا عايز اجيب general equation بعمل ايه بكتب الاكواجن الاولانية يعني هي مستبة equal zero عشكذا بقول general plus k constant وبكتب الاكواجن التاني بتاع straight line التاني equal equal zero الشكل اللي قدام ده منسميه ايه ده منسميه family equation منسميه family equation امتى بقى اقدر ان انا اكمل مع المسألة دي واجيب الkey بكام لو هو قال لي بقى straight line ده passing through point of intersection وقال لي كمان ان هو passing through point تانية فساعتها ان انا هعوض في point التانية بالx والy اللي عندنا دي اللي قدامنا فاقدر اجيب مين قيمة الkey بعد كده اوزع الkey جوه ال bracket واجمع الاكسات والويات وساعتها اقدر ان انا اوصل بتاعت straight line واحد يعني مش family equation كده كده يا شباب كل حاجة في المنهج اول سنة والترم التاني يا رب كده نكون فهمنا ويا رب اكون كده عملت العالية كده وابقى فتكو وخدمتكو ان انا في دقايق كده معدودة كده اقدر ان انا اعمل سكان للمنهج كاملا يا ربنا يوفقكم ان شاء الله يا شباب وبإذن الله كده طبن عليكم ونسمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة